النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم خلينا نبتدي الأول بالأخبار اللي حصلت إمبارح وأبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس أوزباكستان وده لدى وصوله مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة بتستمر لمدة يومي كمان إمبارح يا منا مصر أرسلت قافلة بتتضمن مئات الأطنان من المشاعدات لكل من سوريا وتركيا وده للمشاهمة في تخفيف الأثار النجمة عن الزلزال المدمر بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية اللي بتشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفاصيل أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إمبارح أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي واللي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأدس أبابا شهدت نتائج القمة التساق مع المواقف المصرية بشكل عام خاصة ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقي وحالة السلم والأمن في إفريقيا إمبارح شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزباكستان شوكة مرضييف مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبتعد زيارة رئيس أوزباكستان هي الأولى لمصر ماذا تولير رئاسة ليستأنف بذلك مأسيرة التعاون اللي أطلقت شرارتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشقند في سبتمبر 2018 إمبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأوزباكي وقال إنه تم خلال المباحثات لاتفاق على التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وأشر الرئيس كذلك إلى الدور المعتدل والمتوازن اللي بيقدموا الأزهر الشريف لتقديم الإسلام السمح واستقبال الطلاب الأوزباكيين للدراسة في الأزهر إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه مشروع تصنيع سيارة كهربائية في مصر وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمشروع ده اللي بيحقق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محلية إمبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لأعداد استراتيجية وطنية متكملة لمكافحة البطالة وأكد مدبولي أن الاجتماع بيستهدف متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكملة لمكافحة البطالة في ضوء الأزمات العالمية المتلحقة خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية دي إمبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي توصل المركز مع المعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللي نفى الشائعات دي وقال أن انخفاض منسوب المياه في الشواطئ هو ظاهرة طبيعية بتحدث بشكل دوري وبتكون مرتبطة بحركة المد والجزر ولا علاقة لها مطلقا بحدوث تسونامي أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت مبارح في محافظات مصر واللي منها تنظيم حفل ختام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد أيضا بدء التشغيل التجريبي لمشروعات مبادرة حياة كريمة وده في محافظة إنا أكيد ومبارح كمان في المحافظات تم افتتاح عدد من المدارس في المنصورة وأجى بتكلفة 14 مليون جنيه وتم توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية وأحدى الثانية كمان هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من بورسعيد اللي تم فيها تنظيم احتفالية ختام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة واللي حملت اسم القارئ الشيخ نصر الدين توبار بالمركز الثقافي بورسعيد وشارك فيها 65 متسابق بيمثل 41 دولة في قناة تم إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية اللي تم تنفذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية العركي التابعة لمركز فارشوت وده في إطار احتفال المحافظة بعدها القومي في دومياط تم إطلاق حملة لتطعيم تلاميذ المدارس والمعلمين والموظفين ضد فيروس كورونا على مستوى جميع المدارس وده لتعزيز الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية للوقاية من فيروس كوفيد-19 في الدأهلية تم افتتاع عدد من المدارس بمركزي المنصورة وأجا بتكلفة 14 مليون جنيه تقريباً وده ضمن خطة الدولة لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المدارس في بني سويف تشهد مدينة الوسطى لعمل في مشروع إنشاء السوق الجديد للمدينة على مساحة 10,000 متر وده ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق وتطوير الشوارع والميادين الحيوية لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي لمراكز ومدن المحافظة في الفيوم بيتم تنفيذ الأعمال الأولية للبدء فرص في طريق الفيوم أدسا بطول 8 كيلو متر بجانب تنفيذ أعمال شبكات المرافق بطريق الفيوم أدسا بداية من الطريق الدائري وصولاً لمدينة أدسا بطول 8 كيلو متر مع التأكد من تنفيذها وفقاً الاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة في السويس قررت مديرية الصحة تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني لكافة العاملين بالمنشآت الطبية ومتابعة توفير المستلزمات وزيادة فعالية منظومة الشكاوى بسيما بمستشفى السويس العامل في الشرقية تم الانتهاء من توزيع 2555 كرتونة مواد غزائية على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيد برنامج تكافل وكرامة وده بهدف تخفيف الأعباء عن كهلهم وتوفير احتياجاتهم من الغزاء ضمن حياة كريمة اشتركوا في القناة